سلام الله عليكم مشاهدين ومرحبا بكم في قهو جرنان في هذا الصباح اللي يتمناه ان شاء الله يكون مليء بالنشاط الحيوية والتفاؤل اقرأ لكم اهم ما جاء من اخبار وطنية في الصحف اليوم الصحف تقريبا تكلمت حول مشاورات تعديل الدستور وبخصوص قضية اجلاء السفير الجزائري من ليبيا النهار قالت الصحافة العالمية تشيد بحادثة اجلاء دبلوماسيين الجزائريين وتذكر بمقتل السفير الامريكي ووزير الدفاع الخارجي الفرنسيان يزوراني الجزائر غدا ويوم الثامن من جوان وقت الجزائر قالت الاصلاح تفصل اليوم في موقفها من مسودة الدستور ومناصر متخوف غول يهادن الرفضين للمشاورات وبن صالح يطالبهم بمبررات الجزائر نيوز قالت ليبيا على شفى حرب اهلية والخبر الوالي زوخ ينفذ تهديده لا ترحيل دون بطاقة الناخب وفي جريدة المساء المتقاعدون يستلمون زيادات في المعاشات هذا الأسبوع المتقاعدون زيادات في المعاشات هذا الأسبوع لذلك قابلت عاملت اشتراجد مع المعاشات البطاقة الناخبال من جوان الوطن قالت فاسة للمساعدة المساعدة المساعدة في المعرض الصحافة والمعرض الصحافة لنهاري اليوم نستهله بالعنوين هكذا تجنبت الجزائر قتل سفيرها في ليبيا وزارة السكن تسلم ولاية الجزائر ثمانية ألاف مسكا هذا الأسبوع مجهولون يسربون أسئلة وهمية لامتحانات الباك والبيام أشهدت الصحافة الأمريكية والعالمية أمس بالخطوة التي تخطتها الجزائر بالإسراع في إجلاء دبلوماسيها من ليبيا وغلق سفارتها وقنصليتها بطرابلوس واتخاذها لتهديدات التنظيمات الإرهابية على محمل الجد بدل القول بأنها مجرد تهديدات إرهابية على غرار ما حدث مع معظم دبلوماسيين الذين تم اختطافهم مؤخرا بليبيا ممكنها من إنقاذ دبلوماسيها من مخالب القاعدة قبل تنفيذ مخططاتها تشرع اليوم مختلف بلديات العاصمة في استدعاء سكان القزدي تحضيرا لعملية الرحلة ابتداء من الأسبوع المقبل بعد انتهاء الولاية من الإجراءات الخاصة بالعملية على رأسها تحضير الشاحنات بإختار مصالح الأمن وتبليغ دووين الترقية والتسيئة العقاري كما تسلم وزارة السكن والعاصمة مفاتيح ثمانية ألاف وحدة سكنية جاهزة كشطر أول هذا الأسبوع على أن يتم الشروع في توزيعها قبل الخامس والعشرين جوان القادم انتشرت أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مواضيع خاصة بامتحانات شهادة تعليم المتوسط والثانوي في بعض المواد والتي تم تحميلها وتناقلها عبر العديد من المتدايات والمواقع الأمر الذي أثار حفيظة التلاميذ وأوليائهم على حد سواء محتبرين الأمر تشويشا على المترشحين ومحاولة لزرع الفتنة والبلبلة في أوسطهم ويحمل اسم الصفحة الخاصة بعملية التسريب عاجل تسريب امتحانات شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكاروري حيث نشر على الصفحة صورة لاختبار مادة رياضيات في التعليم المتوسط إلى جريدة الخبر الخبر قالت الوالي زوخ ينفذ تهديده وطوارئ في المطارات والحدود قالت الخبر أدرجت ولاية العاصمة نسخة مصادقة عليها من بطاقة الناخب ضمن ملف التسجيل وطعا للمعنيين بعملية الترحيل وهو الإجراء الذي تم استحداثه للمرة الأولى خلال عملية ترحيل المواطنين في إطار السكن الاجتماعي للمقيمين الأمر الذي أثار جدلا خاصة أنه يأتي بعد شهر تقريبا من تصريحات الوالي عبد القادر زوخ السابقة المتعلقة بالانتخاب أحبطت مصالح الأمن الوطني والجمارك على مستوى مطار هواري بومدينة دولي مساء أول أمس محاولة إخراج ميتين ألف أورو أي ما يعادل ثلاث ملايير نحو مدينة إسطنبول التركية كانت بحوزة تاجر ذهب جزائري خبأها بإحكام داخل حقائبه وتحتبر المرة الأولى منذ سنوات التي يتم فيها حجز مبلغ كهذا إلى وقت الجزائر التي قالت وزير دفاع وخارجية فرنسا يزوران الجزائر قريبا وقالت وقت الجزائر يرتقب أن يزور الجزائر خلال الأيام القليلة المقبلة كل من وزير الدفاع الفرنسي جونيف لورديون ووزير الخارجية الفرنسي لورون فابيوس حيث نقلت مصادر إعلامية فرنسية أمس أن زيارة وزير الدفاع الفرنسي ستكون في 19 من ماي الجاري في حين يزور فابيوس الجزائر يومي الثامن والتاسع من جوان المقبل إلى الجزائر النيوز التي قالت أكدت مصادر عسكرية ليبيا سقوط 43 قتيل وأكثر من 100 جريح في الاجتباكات التي وقعت أمس السبت بين الجيش الليبي وعناصر مسلحة تابعة للضابط المتقاعد خليفة حفنتر بحصب مصادر ليبيا يأتي ذلك في أقل من 24 ساعة على صحب الجزائر الدبلوماسيها وإغلاقها للسفارة بشكل مؤقت في طرابلوس نظرا لوجود تهديد حقيقي وداهم حسب ما أفاد بيان وزارة الشؤون الخارجية فتحت وزارة التربية الخبر في جزائر نيوز التربية الوطنية ولأول مرة في تاريخ الامتحانات الرسمية مراكز إجراء الامتحانات الرسمية للمرضى في المستشفيات في كل من الجزائر العاصمة وغران وتخص تلميذ الطورين الابتدائي والمتوسط في منصبة الوزارة خلية خاصة تتكفل بالمترشحين الذين يتعرضون لحوادث صحية مفاجئة الشعب قالت تحسين الأداء عبر تطوير الخدمات كتبت الشعب تعهد وزير المالية الجديد بفتح ورشات جديدة للإصلاح وتحديث المنظومة المصرفية والمالية ويعني أن القطاع الذي كان يفترض أن يلعب دورا حسما في النمو الاقتصادي لا يزال بعيدا عن التكفل بالالتزامات المنوطة به ضمن منظومة الإصلاحات التي مست قطاعات حيوية خاصة تلك التي ترتبط مباشرة بإنعاش النمو ورفع المردود وتمويل الاستثمارات المنتجة في القطاعين العمومي والخاص إلى صحيفة الإكسبريسيون قالت وكتبت الإكسبريسيون عن نجاة الوفد الدبلوماسي الجزائري بليبيا على رأسهم السفير الجزائري عبد الحميد بوزاهر الذي نجى من عملية الاختطاف وذلك منذ يوم الخامس عشر ماي حيث كانوا مخبئين في مكان آخر غير مقر السفارة إلى لسواغ ضلجيغي التي تحدثت على مسألة المجلس الوطني الشعبي بتنظيم انتخابات مبكرة عادت إلى الظهور بعد إعادة انتخاب عبد العزيز بوتفليقة للمرة الرابعة وقالت وقالت أنه إذا بالفعل تم اتخاذ هذا الخيار من جناب عدد من الأطراف بعد أسابيع قليلة من انتخاب المجلس الشعبي الوطني الحالي حيث انقسمت الطبقة السياسية من أولئك الذين يملكون مصار واضح بين القابلين والرفضين موقع التياسة قال وقال التياسة عن الموقع أن إصابة 15 من رجال الشرطة بينهم ضابطان في اشتباكات بين الشبان والشرطة في حيث نيات المخزن بغردايا وقعت هذه الاشتباكات يوم السبت السابع عشر من ماي ونقلت الخبر من وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصادر من المستشفى في الصحف المحلية صوت الغرب قالت ناخيل استنزف الملايير يموت بطرقات وهران كتبت صوت الغرب عرفت ولاية وهران خلال السنوات الأخيرة ظهرت تزيين كبرى للطرقات بالنخيل أين وصل الأمر إلى استبدال أشجار ذات عمر طويل بنخيل لم يصمت طويلا بعد أن جفت جذوره وفقد حيويته رغم المبالغ الضخمة التي استنزفتها عملية شرائه وجلبه من مناطق صحراوية مختلفة وحتى من إسبانيا وهو الوضع الذي أثار تساؤلات العديد من سكان ولاية وهران آخر ساعة قالت العثور على مريض ميت داخل المرحاض في مستشفى بنورشد وكتبت آخر ساعة عثرة عشية أمس على مريض ميتا في ظروف غامضة داخل مرحاض مصلحة الاستعجالات الطبية بالمركز لاستشفاء الجامع بنورشد بعنابة ويتعلق الأمر بالمسمى ميم محمد البالغ من العمر 65 سنة إلى تصريح وزيرة السياحة والصناعات التقليدية نورية يمينة زرهونية التي قالت أن الجزائر لا تزال بعيدة عن تحقيق الأهداف المسطرة لإرصال قاعدة المتينة لبناء المقصد السياحي المنشود القادر على امتصاص الطالب الداخلي وضمان منافسة الأسواق الخارجية وتحويل الأماكن والقدرات الهائلة والمتنوعة التي تسخر بها بلادنا إلى منتوج سياح جذاب وتنافسي وقالت إن التقييم الموضوعي والواقعي لأداء القطاع يجب أن يرافق بشكل دائم البرنامج الطموح للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية باحتباره يمثل المرجعية الاستراتيجية والقانونية لقطاع السياحة ويضمن في ذات الوقت تناسق الجهود والاستمرارية في وطيرة الأداء ننتقل إلى أجندة اليوم أجندة الثامن عشر مايه الفين واربعة عشر وزير التجارة عمارة بن يونس يعقد اليوم بمعية سفير الولايات المتحدة الأمريكية ندوة صحفية بمقر الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير دار الجزائر وتندرج ندوة في إطار التحذيرات المتعلقة بمعارض الجزائر الدولي في طبعته السابعة والأربعين وزارة السياحة وصناعة تقليدية على هامش الصالون الدولي الخامس عشر للسياحة والأصفار تنظم اليوم ندوة حول موضوع الترويج للمقصد السياحي باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وذلك بالجناح المركزي لقصر المعارف وزيرة البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات وزارة زهرة دردوري وبمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات تترأس اليوم بسيدي عبد الله يوم دراسي حول النطاق العريض من أجل التنمية المستدامة ووزيرة الثقافة الجديدة نادية العبيدي تفتح اليوم على الساعة الرابعة ونصف ساء بمتحف باردو معرض الحايق هوية الأنثى الجزائرية وتفتتح أيضا بقصر الثقافة مفدي زكري على الساعة السادسة معرض الزواج في سربيا في القرنين التاسع عشر والعشرين كانت هذه أجندة لنهاري اليوم نشكركم على الإصغاء والمتابعة مشاهدين يحضر معي اليوم سيد محمد حديبي المكلف بالإعلام في حركة النهضة سيد حديبي صباح الخير ومحبا بك معنا مرحبا بك مهرب سهلا سيد حديبي كيف هي الأحوال في حركة النهضة هي من الحسن إلى الحسن بخير يعني أنت تتحسى الأمور في حركة النهضة بكثير عن الأيام من السنوات التي فتت طيب سيد حديبي أنت كنت برلماني في ولاية البليدة أنت أيضا يعني تقطن في ولاية البليدة ممكن تحدثنا فقط على ولاية البليدة هل فيها مشاريع هل أمور تنمية ماشية في ولاية البليدة نقائص في ولاية البليدة يعني البليدة تعرضت في السنوات للإرهاب لوضع مأساوي كثير سواء أثرت على التنمية أثرت على الجلبة تنعكاس النفسي بسبب السكان أثرت كثير على الاستقرار وتعرضت إلى المشاكل كثير الولايات الداخلية نزوح الريفة الولايات المجاورة كلها كانت في البليدة بحق أنه لا يقدروا للناس لكي يكونوا في العاصمة أو يكونوا أقريب للولايات ولذلك لم ترسد البليدة من حجم الثمارات أو حجم المشاريع لم يراعي الجلب الأحداث لمرت بها البليدة وما زالت هناك مجهود لكنه ضعيف لم يرتقي حتى الآن 2014 لم يرتقي بعد حجم المشاكل وليحجم الأزمة الأمنية التي عاشتها البليدة حتى الآن سيد حديبي لا يوجد مشاريع لا يوجد مشاريع لا يوجد مشاريع كان مشاريع كان جهد يبذل كان الطاقات قاعدة تعمل لكن لم تهيش بالوطيرة اللي عاشتها طيب سيد حديبي أنت كنت برلماني عن الولايات بليدة دليل دليل مثلا نعطيك البليدة معروفة أول حاجة أنها مدينة سياحية يعني الآن مكة حتى مشاريع سياحية في البليدة تنجز ممكن في المستقبل كإنع لكن الآن مكة مشاريع سياحية عنا شفاء عنا شريعة عنا يعني مانات كثيرة يعني كنا قادرين باش نساني يكون فيها لكن لحد الساعة ما زلت لما تتحرك بعدها طيب سيد حديبي أنت كنت برلماني لعهدى واحدة على ولاية البليدة طيب ماذا قدم سيد حديبي لولايات البليدة قدمنا أولا يعني تكفلنا بالمشيغالات المواطنين يعني مشيغالات سواء كانت مشاكل عامة يعني مثل المرافق عمومية مثل انشغالات على المستوى رفع التظلمات انشغالات يعني بمطالبة مثلا تحسين الخدمات هذه أشياء ذن لكن دورنا الأساسي كان كنا كنواب برلماني نمثلونا الوطن ولا نمثل هناك جانبت على التنمية كنا محارسين على أن تكون هناك نقصت شيء ملموس سيد حديبي نعم يحفظه التاريخ ويحفظه 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 كثير من المستشفيات في البوليدة كانت فيها مشاكل صحية دخلنا على مستوى السلطات المحلية أو على مستوى المركزي كثير من المدارس كانت تعيش يعني ما كانت تكفل بها ودخلنا على المستوى المركزي ومحليا يعني هناك كثير من أمور طالب بغلق مرافق مؤسسات صناعية خواص هي تشكل خطر الجوانب الصحية على المواطنين ولم تنجز في إطار الوثائق القانونية بسبب الدولة وفيها ملفات كثيرة طيب السيد حديبي بحكم وظيفتك أنت مكلف بالإعلام في حركة النهضة الحديث جاري الآن حول أنا استغليت ملف البليد لأنك تقطن في الولاية الحديث جاري حول تعديل الدستور سيد حديبي 150 جهة تسلمت الحد الآن مسودة الدستور من أحزاب ومنظمات وجويات وطنية من أجل المشاركة في المشاورات سيد حديبي هل تلقيتم هذه المسودة في حركة النهضة نعم تلقينا مسودة الدستور كيف وصلتكم سيد حديبي المسودة عن طريق سيارة عن طريق مرسلة في وضع ظرف المستوى الرئاسة مرسلة من طرف ظرف فيها ختم الرئاسة نعم طيب كيف رأيك في هذه المسودة رأي حركة النهضة أولا بسبب أن هذه المسودة لم تأتي قراءة أولية نحن الآن عن مستوى الحركة النهضة لم نتخذ موقف بعد منها حيث المسودة ما جاء فيها الآن هو مبرمج غدا يوم الثنين غدا سيجتمع المكتب الوطني لحركة النهضة رفقة خبراء قانونيين وأستيدة جامعيين تبعي للنهضة نعم تبعي للنهضة سلمت هذه الوثائق للخبراء سلمت الوثائق لأعضاء المكتب الوطني لدراستها والآن سنشامع عنها لتقييمها غدا وسنخرج بالموقف النهائي بسبب الموقف الحركة بسبب هذه الوثيقة وما جاء فيها بالنسبة التعديل يعني بسبب الدستور ما سمي بالدستور التوافقي أعتقد أن القراءة الأولية من حيث المواد الأولية لم يأتي بجديد هو أعاد أعادنا إلى الدستور 2008 فقط يعني الدستور 2008 فتح العهدات لا لكن في المواضيع كثيرة لا ما كان فيه اختار المجلس الدستوري من طارق المجلس 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 شوف شوف كلها أشيء شكلية اختار مجلس دستوري شيء شكلي نعم شكلي لأن لما تختار لما تحددها بسبعين نايم بمعنى أنك أنت مقرر راسم سقف وحاب محدد شكور راح يوسي لما هذا مجلس السوري سيدي بما يفي شعني مشكل ما أشوف مشكل يظهر لأنه يخطر المجلس السوري يخطر المجلس السوري نعم لأن المجلس السوري وهو مفروض يكون مفتوح للحزاب السياسية المعتمدة إذا كان قانون ما يضرب المصلحة العامة حكومة دارت من حق في رأيكم الإصلاحات الآن التي جاء بها هذه المشاورات وهذه التعديلات هي نفسها 2008 شوف أنا أقول لك إصلاحات التي جاءت بها تخصها ثلاثة أشياء لا توجد لم تتوفر إرادة سياسية الحقيقية ما معنى إرادة سياسية بمعنى تها السلطة غير جدة السلطة لو كانت كانت جدة تعيط للنس هذو أحزاب السياسية تعيط للشخصيات تفتح حوار حديث مشاورات لا لا هي قررت ووضعت مسودة ورسمت التعديلات مجرد السلطة عودتنا بالمستودات عدة مرات ليس هذه اللولة حوارات منذ 92 إلى اليوم أكثر من حوارات تسح حوارات وكل حوارات النتيجة هي نفسها وهذه حوارات ويكلو مغلوق وش كون يضمن لأن كلمتها سيصل ونحن درنا مع ابن صالح والنتيجة أحزاب مؤظم أحزاب كانت فيها ومتفق في جهة وصلت إلى جهة يعني الموضوع التجربة تحوارات تجربة فاشلة وأثبتت أنها تضيع في الوقت وصلت أعتقد أنها تعيش فراغ سياسي أنا تعيش فراغ سياسي هذا الفراغ سياسي أحب تعوضه بفتح ملف الدستور أنا قد عدم توفر يعني في رأيك ما تقوم بها الآلية تنتعو تتوافق من يدير الحوار تتوافق الأجال قانون الأجال المحدد تتوافق أشياء كثيرة شيء ثاني لم تحدد فلسفة هذا التعديل الخلفية ما هي الخلفية حددتها لقام التعديل ما حددتش مملاح فلسفة العامة الفكرة العامة والريحة شيء ثاني يجب أن يكون المواطن هو دور هو أساس ومحور هذا التعديل هذا لم يكن طيب لهذا الأسباب قررتم المقاطعة سيد حديبي نعم قررت المقاطعة لأن السلطة لم تكن جادة في الذهاب إلى حوار حقيقي هي تريد مصرحية مثل مصرحية طيب سيد哀ديب انتم قطعتم الرئاسيات هكذا قطعتم الرئاسيات جارت الرئاسيات نصبت الحكومة الأمور تمشي نعم هتقاطعهم مشاورة عدلrab الدستور هي عدلوا الدستور وأمور تمشي ووزنكم السياسي دوركم السياسي سيد حديبي لا يكون رحزم المقاطعة الحزب السياسي مساوbür رضاني لأنه أنه يبلغ دوره أنه يشرح نعم يشرح الأفكار دوره أنه نبرئ ذمتنا أمام الله أمام الشعب الشيلي جاي يعني غضوة مثلا نحذر منفجارات إذا كانت توقع منصق بلا إذا كانت أمور تصرى انزلاقات في أمر السلطة ما رأعت لاش اعتبارات يعني نحدد مخاطر وراها كينا هذا هو الدور الحزب السياسي ونعتقد أن التغيير غضوة الحزب هو اللي يدير التغيير في 24 ساعة لا يمكن تغيير يعني السلطة أفسدت خلال 50 سنة نجينا في 24 ساعة ندير نقلع تاراكم متى 50 سنة لا التغيير هو تغيير تاراكم بالأقل وبالتوعية ورفع مستوى الوعي الشعبي لما يكون مستوى الوعي الشعبي توعى والشعبي يكون هل تعملون سيد حديبي على رفع المستوى الوعي؟ نعمل رفع الوعي الشعبي ونوضح لأفكارنا ونطرح أفكارنا وهذا هو النظام السياسي أما أنني قال خيار يا تغلق الباب في غرفة تاك ولا تدخل في غرفة السلطة هذا لا طيب سيد حديبي نأخذ فاصل ثم نعود مشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا سنعود بعد هذا الفاصل سيد حديبي الآن المعارضة تحاول الضغط على السلطة للرضوخ لمطالبها لكن المعارضة من المفروض يعني تفتقد هي الآن ليه الأساس والقاعدة الشعبية بماذا تضغط المعارضة على السلطة إذا كانت تفتقر للأساس وهي القاعدة الشعبية؟ هذا الكلام من يردده ومن يسوقه هي السلطة وأحزابها هم من يقولون أن المعارضة ليست لها تمثيل وليستها شعبية لو كانت هناك آليات ديمقراطية حقيقية في الانتخابات حين ذاك نعرف أسكن المعارضة عندها قاعدة أم لا عندها مدام كان تزوير السلطة تقول متى شاء مدام كان التزوير في الانتخابات تقول متى شاء لأن تخرجوا حبيت الحزب يزاد البرح تخرجوا لك هو الأول اليوم يعني لا يمتلك أدوات النظام ولا ثقافة النظام السياسي وهو كبير هذا الكلام ديمقر وجد السلطة تسوق فيه الموضوع أن يعني سيح ديبي يؤكد أن حركة النهضة عندها شعبية نعم عندها شعبية وقوة ولذلك السلطة هي بالسبب لها خصم رقم واحد وديمة توقفها في الطريق يعني في كل السحقاقات الانتخابية في هذا الأمر بالسبب للمعارضة المعارضة هدفتنا ليس هدفتنا أننا رح ندير فوضى ولا هدفتنا رح نغد وقل نديروا إسقاط النظام 24 ساعة لا هدفتنا قوة اقتراح هدفتنا أن سلطة كانت في وقت ما تقول بلي المعارضة ليس توحدين واحدوا روحكم واروحوا لنا اليوم الأحزاب كل الأحزاب سواء ذات المرجعية الديمقراطية اللائكية أو المرجعية الوطنية أو المرجعية الإسلامية كلهم توحدوا في تكة الوحد تنسيقية الانتقال ديمقراطية متفقوا في أرضية واحدة عفوا ووضعوا خريطة الطريق كلهم متفقوا بالأمس كانت تتحجز بأنهم غير متفقوا اليوم متفقوا وعرضوا على سلطة على ماذا تفقتهم سيد اتفقنا على انتقال ديمقراطي اتفقنا على بسط الحريات اتفقنا كفى للتصوير كفى للفساد كفى من هدر المقدرات البلد لا بد من العودة إلى إرادة الشعب في تسيير العام في انتخابات في كل شيء لكن السلطة لحد الساعة ماذا تغلق طيب سيد حدي بك فاشي تم هذا الانتقال ديمقراطي الأليات هل وجدتوا نعم نعم هو فيها رؤية طبيعة الحال شرحوا ندوة وطنية وما عندناش تصور في هذا الأمر كان كان آليات هناك لجنة عملت مدة شهرين ونصف تحذر فيها 18 نعوذ من خبراء الحزاب السياسية في هذا الأمر الآليات نراها أنها لا بد من فتح حوار مع السلطة حوار حقيقي السلطة رحتنا مطلب الدستور التوافقي كان مطلب من تعنا لكن كيفاش سيد نحدي بترفض المشاورات ومن جاء تحوصح حوار مع السلطة السلطة أرادت أن هي المشاورات مش نفسها حوار مع السلطة لا لا السلطة أرادت أن تسحب مننا ورقة الدستور التوافقي نحن هذا مطلب من تعنا كمعارضة طرحنا وهذا جزئية في خمس أو ست مطال لكن هذا جزء لا بد أن تفقع سيد حديد بماذا ستضغطون على السلطة إلا ما كان شعبتكم قاعدة شعبية لا فيه اتفاف شعبي حول هذه التنسيقية ديمقراطية نعم تهييج الشارع ولم نريد احتكاك لا نتكلم على أفكار سيد حديد هل فيه التفاف نعم شعبي حول أفكاركم طبعا تحال الموجود بقوة ولذلك السلطة ولولا لولا قوة هذه المعارضة لم تطرح السلطة الدستور التوافقي لماذا هي السلطة الآن تبادل ربما بإصلاحات إصلاحات من تلقاء نفسها حبة تصوح يعني ما تكون اشتاقة في السلطة إطلاقا لا السلطة تقول تعديل دستور الآن لما عرفت قوة المعارضة طرحت مطلبنا هو تعديل دستور التوافقي لكن هي أخذت الاسم سوقته ولكن الآلية لم تأخذ به يعني دستور التوافقي هو اسم مصطلح مصطلح التنسيقي في الانتقال نعم هذا هو المطلب بتاعنا ومطلب حركة النهضة سابقا لما طالبنا فيه في 2008 لما تعديل تعديل 2008 مطلبنا دستور توافقي لكن السلطة لم تذهب لي اليوم لما شفت قوة المعارضة تجمعت راح قاتنا نعرض عليكم دستور توافقي ولكن سحبتنا كل الأوريق اللي محيطة بها لما جدار لا تبنيش جدار فقط لن تتفق على البيت هي راح قلتنا نروح نتناقش على الجدار هذا فقط لكن الأعمدة والصقف ولا أخر لا تنقش فيه نروح نتناقش فيه هذاك أراح ما رجح تأخذ راي لأن هي أنشأت ربعين حزب في فترة لفاتت في إطار فيتاح سياسي والآن تريد تعويم مثل مع عوامة رئاسية الأخيرة في إطار الأيام مقبلة سنعيش حالة سميها أراني بحوار مثل ما أراني شفنا أراني برئاسية هذا مصطلح جديد سيد حديبي أراني بحوار مليح المصطلح طيب سيد حديبي الآن في أخبار أنه الهشمي سحنوني القيادي في الفيس سيدخل في المشاورات أبو جرى سلطاني ممكن جدا أيضا يدخل في المشاورات حتى قادة الفيس مدني مزرق يعني الآن الأحزاب الإسلامية اللي كانت أحزاب إسلامية ستدخل في المشاورات وبالتالي ربما الاستقناق عنكم سيكون يعني بسهولة أنا أقول أن أنا أفضل نسميها أحزاب ذات مرجعي إسلامية هذه الأحزاب يعني ذات مرجعي إسلامية كل الأحزاب إسلامية في جزء يعني مصطلح يعني مليح سياسيا نتعاطها يعني باش نبعد على المعاني اللي ممكن تجيب يعني تخلي آثار الناس خرين ولا في الفكرة ولا شيء لابد يعني تكون أحزاب ذات مرجعي إسلامية أفضل يعني من أفضل من إسلامية هم شخصيات وطنية وجهت لهم دعوات هم أحرار أرأوا أنهم المقاطعة ولا لا تخدم المصلحة العامة في هذا الأمر هم أحرار لا يمكن أن تحجر على إنسان تقول له تروح لما تروح ستكون غير ديمقراطي في ذلك الوقت أنا أقصد أن السلطة بهذا إذا كان هجمي سحنوني سيشارك وأبو جرى سازل بعديد من الشخصيات اللي كانت في أحزاب إسلامية وذات مرجعية إسلامية الآن بما أنها راح تشارك في المشاورات المشاورات راح يكون فيها كل الأطياف السياسية والحساسيات وبالتالي ربما الاستغناء عنكم أو لا يعني شيء عادي يصبح شيء عادي لأنه فيه شخصيات من رصيد من هناك فرق بين الشخص والتنظيم شخص والتنظيم سيد الحديبي نأخذ فاصل ثم نعود مشاهدين أبقوا معنا نعود عودة مجددا مشاهدين نذكركم أنه يحضر معي اليوم سيد محمد حديبي المكلف بالإعلام في حركة النهضة سيد الحديبي نبدأ بمعرض الصحافة وبجريدة وقت الجزيلة قالت الإصلاح تفصل اليوم في موقفها من مسودة الدستور ومناصرة متخوف غول يهدن الرفيضين للمشاورات وبن صالح يطالبهم بمبررات أنت مع غول الذي يهدن أم مع ابن صالح الذي يطالب بالمبررات أنا مع مع ابن صالح وطالبه أين ذهبت مقترحاتنا يا سيد رئيس لجنة الحوار 2011 لما طرحنا مقترحاتنا في الحوار الإصلاح السياسي لابد اليوم أنه الذي يقدم للطبقة السياسية أين ذهبت مقترحات الحوار يعني بن صالح يطالب المبررات وحديبي أيضا يطالب المبررات يجب أن يقنعنا على مبررات التي أقنعتنا بذهاب إلى المقاطعة العملية طيب سيد حديبي في خبر في النهار في جريدة النهار وزير دفاع وخارجية فرنسا يزوراني الجزائر ما رأي حركة النهضة في هذا الخبر وكيف يمكن أن نقرأه سيد حديبي أعتقد أن الجزائر اليوم تمر بمرحلة حساسة وخطيرة جدا خصوصا أن كل حدودها ملغمة لا أستبعد أن ما يحدث في المنطقة الإقليمية للجزائر فرنسا لها دور في ذلك وخصوصا الحرب في مالي هي الآن الذي يهمها الضغط على الأنظمة العربية خصوصا الجزائر من أجل حفاظ على المصالح الاستراتيجية في هذا الأمر وخصوصا في استغلال الضغط الذي تمر به الجزائر لتمرير مشاريع في هذا المنطقة طيب سيد حديبي الصحفة العالمية تشيد بحادثة إجلاء الدبلوماسيين الجزائرين وتذكر بمقتل السفير الأمريكي هكذا تجنبت الجزائر قتل السفير وشيك في الأمر سيد حديبي الجزائر تفطنت لمحاول تختطاف السفير يعني هذا يعني هذا يعود هذا يعتبر فخر بالنسبة على قوة المؤسسات خصوصا مؤسسة العسكرية ومؤسسة الأمنية التي تفطنت لهذا الموضوع الاختطاف لكن أعتقد أن كما قلت سابقا الموضوع ليس موضوع أنا فيها أجندة خارجية للضغط على الجزائر خارجية أجندة خارجية لإجلاء السفير يعني لا يستبعد أقول لا يستبعد فيها ممكن فيها أجندة خارجية للضغط على الجزائر في هذا الأمر واللعب على ورقة القاعدة في هذا الأمر طيب سيد حديبي الحديث عن انتخابات تشريعية مسبقة هل ممكن أن تكون انتخابات تشريعية مسبقة ما عام أقول لك شوف إذا كانت هناك هناك ذهاب إلى انتخابات برامانية مسبقة تأتي بقيمة موظفة سيتغير الوضع نروحه ما كانت مشكلة أما إذا كانت نفس انتخابات ونفس الوجوه ونفس الأليات ودار حميدة تبقى كما هي أنا ما زيش نصرف أموال الخزي عمومي في انتخابات أخرى الشعب كرهم انتخابات يجب الآن لابد إرادة سلطة هي التي تتغير مش انتخابات تغير طيب نهارا نغير إرادة على السلطة وطريقة العمل في ذا حين ذاك رحوا الانتخابات نقدرون أن ندروا أي شيء طيب سيد حديبي في الخبر الآن زوغ ترحيل يعني حوالي ثم من آلاف ساكن في العاصمة قبل الخامس والعشرين جوان كيف تشوف هذا الخبر سيد حديبي الآن فيه عمليات ترحيل مستمرة والله أنا أتمنى لما كان أجله شوية الترحيل لأن الوقت ظرف حساس جدا خصوصا لامتحانات الضغط العائلي وامتحانات البكالورية وامتحانات تعالبي فهذا الأمر يجعل آثار نفسية على العائلات وأولادهم في متابعة أولادهم في التلاميذ إذن هذا يجعل شوشار كثير على الوضع الاجتماعي في الترحيل أعتقد أن الشيء جميل أنه يتم الترحيل لكن نتمنى أن تكون فيها انتهازية في الموضوع وتكون دراسة ملفات فيها موضوعية فضاء سيد حديبي ما عندك مشكلة سكن عائلتي عندها مشكلة حوالي سبع عائلات في بيت قريب في بيت واحدة أولادهم مقدرتش تدير لهم حل سيد حديبي أنا رفضت أن أتدخل في المرحلة في فريطة ولذلك عقبت يعني كثير من لوم من الأسران تاعي لأن لما أسوي وضعتهم السكن أتعرض لضغوطات كثيرة لأن لما كنت نائب يعني رفضت باش ندخل في الأمور هذه لأن راح يوقع مشكل بنسبب المسار السياسي والمسار المهم تاعي برلماني يعني مستعملش النفوذ أنا كنت نائب تاع شعب والآن ندمت كي مستعملش النفوذ لا أنا كنت صاحب رسالة صاحب مبدأ صاحب رسالة عائلتي هي كان ضحية مضحايا المبدأ انتعي لكن نسأل الله أن ربي يفرج عليها طيب المهم تا عندك سكن سكن الحمد سيد حديبي شكرا جزيلا لك على حضورك معنا اليوم سيد الحديبي تفضل بك أخير أنا بيودي أن السلطة أن تقرأ قراءة إيجابية الموقف المعارضة وتعيد النظر في طريقة عملها وتعاطيها مع الطبقة السياسية وأن ترى أن المعارضة شرك أساسي في التحول الديمقراطي وليس خصم يريد أن يزيحها من السلطة نحن الذي يهمنا استقرار البلد والجزائر الآن هي مخاطر كثيرة حدودنا أكبر الجزائر هي تقريبا عاشر دولة في العالم في الحدود يعني في عدد دول مجاورة الحدود بمعنى حدودنا كلها ملغمة علينا أن نوحد الجبهة الداخلية أن نوحد الصف الداخلي مواجبة التحديات الآن تقول عدد محاولة اختطاف سافير الأيام جاء وزير الدفاع الفرنسي المشكلة حدود تعمالي لم تسوى وضعناها خطير جدا إضافة إلى الوضع الداخلي تقلبات الاجتماعية هذا يطلب مننا أن لا بد السلطة تفتح حوار حقيقي مع الطبقة السياسية خصوص المعارضة جدا باش نفوت هذه المرحلة لأنها مرحلة حاسمة تنجروا عليها أشياء لا قدر له مالح مدعوب شكرا جزيلا لك سيد حديبي مشاهدين مجموعة من الأخبار يرصدها عبدالنو الرحاب بفقرة راهم يقول راهم يقول اللي في القلب في القلب بعد الحملة الشرسة التي شنتها ضد الأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيا سيضطر وزير الدولة مدير الدوان بالرئاسة أحمد أويحيا إلى مقابلة نورية حفصي لأول مرة والسماع إليها في إطار المشاورات المرتقبة حول مراجعة واللي في القلب في القلب راهم يقول خالدة ما زالت وزيرة تدولت بعض الأطراف المقربة من الوزيرة السابقة للثقافة خالدة تومي أنها لم تغضب على قرار تنحيتها من الحكومة الجديدة مؤكدة أن خالدة تومي وبعد رواج أخبار أنها ستعين على رأس المركز الثقافي الجزائري فهي وزيرة على الثقافة والكثيرون مما استغربوا خرجة خالدة تومي هل هي زلة لسال لأنها ولغة الضاد إثناني لن يتفاهم أبدا أم أنها تعي جيدا ما تقول راهم يقول سعيداني والكستيما لما طلب من الأمين العام للأثنان عمار سعيداني بلذي ينتظره من وراء إلحاءه على ضرورة تعديل الدستور رد الرجل أنه يطمح ويريد أن يرقى إلى الأحسن وأعطى مثالا على ذلك بقوله إن كانت لدي كستيما حاليا جديدة وعلى مقاسي فحتما سأسعى في المرات المقبلة لشراء كستيما أحسن منها وراهم يقول ما قستهاش يسعداني أنا خاطئنا همار ميقول راهم يقول من ناصر يحسب الصحفيين فضل عبد المجيد من ناصر قبل الانتهاء من المداخل التي ألقاها بمناسبة اليوم الوطني للطالب التطرق إلى ملف تعديل الدستور وإعطاء رؤية حزبه للأسرة الإعلامية التي كانت حاضرة قائلا إنكم تنتظرون هذا الملف ما جعل العديد يعلق بأن من ناصر مركات الرؤساء غريب هو أمر رؤساء أندية كرة القدم الجزائرية فإما أن نجدهم يتصمرون في مناصبهم دهرا وإما أنهم ينتقلون بين رئاسة الأندية كاللاعبين فهذا مراد الحلو الذي التحق بعالم كرة القدم من بوابة ناصر حسين داي ثم رئيسا لأولمبي المدية ومنها أبدى رغبته في التربع على رأس ناد الغاية ها هو اليوم يلتفت إلى اتحاد البليدة ليخلف محمد زاعم الذي عبر عن رغبته في مغادرة الفريق قريبا فهل تسارع الرابط لاستحدث مركات الرؤساء الأندية؟ أقرأت بارومتر بوليتيك سؤال اليوم هل يكفي الراتب المواطن الجزائري ترصده أمال عباس؟ لا تكفيش من دي دي زويت لشار شلح تمدي داركم وشلح راح يتوقليلي شلح تشري شلح كهين الحواية شلح كهين عفاية مقدر فينديسا في التسعينات اللي قال لي واحد سنسيليباتر كولا كان يخدم معايا قال لي سألين باش واحد عيش سيليباتر سطابلا لازم يتوشي 10 مليون باروار يزيدوا ساعة ساعة وشدوروا في لابي بسحين قد اذهبت المرشيد سيبيا صاروا في مشي موسيقى موسيقى موسيقى